ترأى سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران بقاعدة الصخيرة الجوية اليوم الاجتماع الأول للجنة تنظيم الدورة الرابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران والذي يقام تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2016 وذلك بحضور ساعدة المهندس كمال أحمد وزير المواصلات القايم بأعمال رئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة بعضاء اللجنة مشيرا سموه إلى ما تم تحقيقه خلال المعارض السابقة من نجاح باهر والسمعة الطيبة والشهرة الدولية التي حققتها مملكة البحرين منوها سموه إلى الرعاية الكريمة التي يلقها هذا الحدث الهام من جلالة الملك المفدى يده الله والتوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من لد جلالته والذي أصبح معلما اقتصاديا واستثماريا وتنمويا لمملكة البحرين ومقصدا هاما لشركات صناعة الطيران وشركات الطيران والسياحة الدولية للمشاركة وعرض آخر متجاتها وما توصلت إليه في مجال الطيران لعرضه خلال إقامة معرض البحرين الدولي للطيران والذي يقام كل سنتين على أرض مملكتنا الحبيبة ووجه سمو الشيخ عبدالله بن حمد اللجنة العليا إلى العمل لزيادة الترويج والتسويق محليا وأقليبيا ودوليا لهذه الفعالية التي تعتبر الأكبر من نوعها نشاطا في مملكة البحرين كما وجه سموه اللجنة إلى البدء بتوجيه الدعوات لكبار الشخصيات والوفود الرسمية من الدول الشقيقة والصديقة واستقطاب أكبر عدد من الشركات الكبرى العاملة في مجال صناعة الطيران العسكري والمدني وتوفير التسهيلات للشركات والعارضين وجميع زوار المعرض من الخارج وتيسير أمورهم للمشاركة في هذا المعرض الذي يعكس الصورة الإيجابية التي حققتها المملكة كدولة متقدمة تحتل مركزا مرموقا في صناعة معارض الطيران والذي ياتي ضمن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة من خلال المشروع الأصلاحية وأشار اسموه إلى أن معرض البحرين الدولي للطيران يحقق أرباحا تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار لما تعقد خلاله من صفقات تجارية بين الشركات العملاقة في عالم صناعة الطيران والذي يعطي البرهين الكافية على ثقة الشركات العالمية في الوضع الاستثماري في المملكة مؤكدا سموه أهمية دعم الأجهزة الحكومية كافة لهذا الحدث والعمل على تعزيز الدور الريادي الذي تحتله البحرين في المنطقة من خلال إقامتها لمثل هذه المعارضة وتشجيع المزيد من الشركات العالمية لتتخذ مملكة البحرين مركزا لأنشطتها هذا ودع سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات في المملكة إلى المشاركة في تنظيم المعرض القادم 2016 والعمل سويا لتحقيق النجاح الذي عاهدناه بل عاهدنا أنفسنا لتحقيقه والوصول به إلى أفضل المستويات ليسهم في تقديم مكانة المملكة على الخريطة الدولية في مجال الطيران والصناعات العالمية وإتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين لها سمعة مرموقة وخبرة طويلة في تقديم الخدمات المتميزة لشركات طيران والملاحة الجوية وقد اطلع سمو الشيخ عبد الله بن حمد رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران حفظه الله اطلع على عمال اللجنة الاستراتيجية والبرامج اللوجستية التي وضعتها لاستضافة المعرض القادم عام 2016 بأفضل مستوى وأكثر تميز اشتركوا في القناة